أن تدخل الحج متمتعاً به سعيداً بأدائه أن تدخل وكلك شوق للحج أن تؤدي العبادات وأنت فرح لا تذهب إلى الحج مثلاً انتهي لا تذهب إلى الحج وأنت تتأفر لا تذهب إلى الحج وأنت تعاني لا اذهب إلى الحج وأنت سعيد وأنت فرح قل بفضل الله وبرحمته في ذلك فليفرحه تؤدي المناسك وأنت سعيد عندما تقف في عرفات تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا عندما تذهب إلى مزدلفة تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا عندما ترمي الجمرات تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى لما تنحر لما تحلق لما تطوف لما تسعى لما تبيت لما ترمي لما تودع عندما تؤدي مناسك الحج تؤديها بسعادة براحة بطمأنينة بفرح فما بالك إذا استشعرت أيضا كيف لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم تستشعر أن النبي بينك وبين أصحابك يقف صلى الله عليه وسلم أنه الآن صلى الله عليه وسلم معك في الحج صلى الله عليه وسلم تستشعر أين وقف أين جلس ماذا دعا بماذا دعا كيف أدى صلى الله عليه وسلم نريد أن نجعل العبادة متعة سعادة راحة